أكيد زي كل الستات هم مصابب مرض الشراء لأهو عند الستات أكتر لأنه الرجال هم اللي بيتفاعوا لهم الفلوس لأكيد مش عندهم المرض ذات من خبرتي أنا بلاي أن الاتنين إيكول بصراحة يعني بشوف كتير رجال بيشتروا زي الستات بالزبط لما بيكون عندهم نفس الانترست يعني يعني أنا بس طبعاً يمكن تكون ناس بالستات أزاد سويا ممكن سعاد بيبقى الراجل هو أشتر من الستة في الشارع لأنه بيبقى هو اللي بينزل كتير وبيدي في السوق يعني زي ما بيقول وساعات بتبقى الستة بس هو الغالب يعني أنه الستات بتبقى عشرة الحارين كلهم طبعاً عادة أنهم طبعاً عندهم هوس للشراء وأنهم ما ينزلوا يشتروا كل شيء ودي طبيعة للمرأة شيء بديه منذ الأزل يعني طبيعة في الستات وخصوصاً في مشكلة الإكوزيون دات لما بيجي يعني بنخرب البيت بقى عاوزين نشير له حاجات السنة وكلها في الإكوزيون الستة لأنها بتبقى عرفة احتياجات البيت أكتر من الراجل طبعاً يعني بقى عرفة الولاد محتاجين البيت نفسه محتاج حتى جوزي بقى عرفه هو محتاجين أكتر من هو عارف يعني السيدات دايماً بيميلوا لتغيير يعني عندها لبسه وعايز تغير أنا باعتبرها هي ظاهرة يعني بالمجتمع وأكبر إثبات عادة شيء معنوصاً لآخر الشهر بلا ولا ليرة يعني ما عم تخلينا شيء المرأة مثل ما انك شايف يعني الصبحيات نازلين عالشغل لنطلع لقمت العيش لآخر شيء هي تروح تصرفها حق فصان وحق جزدين والله يعني زوجتي لا بس يعني بأكترية النساء عندهم هالشغل هاي بعد كيف؟ ايه؟ من المنمو عند الكل هيدا مش بس عنده يعني أغلبيتهم تلاقيهم بس بدهم يعملوا شوكين أعتقد أنه في السنوات الأخيرة الرجال والنساء معاً يعانون من مشكلة الشراء بسبب ثقافة الاستهلاك أنا لا أعرف ربما النساء يشترين أكثر من الرجال لكن لا أعرف إذا كان هذا وسواس شراء نعم أعتقد أن هذه مشكلة لدى النساء وأنا أعاني من حساب بطاقة الاعتمام بسبب زوجتي وللمزيد حول هذا الموضوع أرحب بضيفنا دكتور إيادح الحلاق أستاذ علم النفس في جامعة القدس أهلا وسهلا فيكم أهلا وسهلا فيك في المستمعين شو رأيك الشخصي قبل المهني بهذا الموضوع اللي بخصنا كلنا وأنا أعترف أنه أنا أول هون هوس الشراء بين الرجل والمرأة مين أكثر أنا أعتقد أول شي قبل من أقول الرجل والمرأة موجود هو عند كل الناس وبصيب كل شرائح المجتمع بغض نظر عن من هم هذه الشريحة غنية فقيرة بصيب كل الفئات المجتمعية يعني هوس الشراء والتسوق هو يمكن يكون مرات يوصل إلى حد الإدمان قد يصل إلى عشرة بالمية من المستهلكين عندهم هذا الهوس في التسوق السؤال دكتور وانت بنعرف أنه هذا هوس يعني بالنهاية كلنا بحاجة أنه نشتري وانت بصير هذا الشراء يتحول لهوس هلا يتحول لهوس لما بصير عندنا إشي وسواس يعني تسلطي أفكار قهرية موجودة عند الإنسان وعدم قدرة على ضبط هذا السلوك سعتها بصير هوس كيف مثلا؟ يعني لما الإنسان بصير يتبضع كل يوم أكثر من اللازم يشتري أشياء مش هو مش بعايزها وبدون ما يفكر في نتائج هذه المشتريات اللي هو عم يشتريها هون سعتها بصير هوس وخاصة كمان في عامل مهم جدا لما إحنا منفكرش في كمان إنه هذا الإشي بعود علينا بالضرر وعلى أسردنا كمان بالضرر على جيوبنا على جيوبنا يعني ففي نهاية الشهر منوصل إنه إحنا معناش نصرف على حالنا أو مديونين بمبالغ طائلة سعتها هذا هون يصبح هوس وإدمان حتى للشراء طيب شو السبب هذا الإدمان وهذا الهوس؟ وشو الحاجة اللي إحنا عم ندور إنه نلبيها عن طريق الشراء؟ في الحقيقة فيش سبب واحد هناك أسباب عديدة للشراء لكن فيه أسباب نفسية وهون علماء النفس بيعيزوا هذه الأسباب إلى الرغبة دفينة عند الرجل أو المرأة لإشباع حاجة معينة وقد تكون هاي إشباع حاجة إيجابي لكن مرات إشباع حاجات دفينة تدميرية ممكن تكون إنه هو يسعى إلى تدمير ذاته أو إيذاء ذاته كمان وهذا بدون ما يشعر هو زي الإنسان اللي بيشرب خمرة مثلا فهو بيشعرش إنه بيشرب خمرة لكن في النهاية هو بيدمر حاله لكن كمان في أسباب أخرى ممكن أنها تفسر الإدمان اللي هي الشعور بالملل وكثير من الرجال والنساء لما بيشعر بالملل ننزل على السوق نشتري الضضائع بدون نحس ليش إحنا منشتري ومرات الشراء بعطينا قيمة لما بفوت وبشتري وبدفع بعطيني قيمة اجتماعية أو حتى بعطيني فرصة للتواصل مع الآخر فبس أكتر أكتر سبب إحنا من نحكي عنه اللي له علاقة في هذا الإدمان وهذا الهوس الشرائي هو الاكتئاب نرجع لموضح الاكتئاب متدني هو أكتر إكبالا هذا النوم وقيم المجتمع اللي إحنا عم نعيش فيه اللي هو مجتمع استهلاكي كل الإعلانات اللي منشوفها سيل آخر الفصل وأول الفصل يعني كل هالأمور أديه بتأتر طبعا إنه إحنا منشوف كمان فيه مغريات كتير قدامنا لما منفوت على الأسواق ومنشوف أنه القطعة الأولى بكذا والقطعة الثانية بنصف السعر أو اشتري قطعتين والثالثة ببلاج طبعا أنا مش بحاجة لثلاث قطعة أنا بحاجة لقطعة واحدة وهذا كمان أنه الخصومات على الكلام ففيه إغراء وفيه إحاءات للمستهلك دائما أنه اشتري أكتر وأكتر اصرف أكتر وأكتر وطبعا يعني هو الدعاية والإعلام يعني بلعبوا كتير كتير دور في هذا أكتر بالنهاية دكتور الحل وصبل العلاج الحل هو وعي الإنسان بهذا الأشي ومعرفته بأنه يعني يحط ميزانية لنفسه ويحل المشكلة الأصلية تبعته إنه إذا حاسس بالملل الملل لا يمكن أن تقضي عليه بالشراء فلاقي أنشطة أخرى عشان تقدر تحل مشكلة الملل إذا عندك اكتئاب حاول تغير الجو تبعك كمان وتتلاقي تقوم به نشاطات تخلصك من الاكتئاب هذا كتير مهم التلاتة إنه الإنسان ما يكونش اندفاعي يفكر أكتر وأكتر فيه نتائج أعماله عشان يقدر يضبط هذه المشكلة لأنها ممكن تكون مدمرة يعني مرات بتأدي لها الإفلاس بتأدي بتأدي يعني تفتل من كاحل الأسرة ويمكن توصلنا للانتحارة المشكلة مرات كمان أنا أبدأ شكرك كتير ورح أخذ بنصائحات دكتور يد الحلاق أستاذ علم النفس في جامعة القدس شكراً لك للمشاهد شكراً ورحمة الله شكراً لك للمشاهدة